بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية المؤشرات المالية هل هي كافية؟ Financial Indicators Is it enough؟ تتمثل المؤشرات المالية لقياس الأداء في النتائج المالية التي تقس مدى تقدم المنشآت نحو تحقيق أرباح ولكن هذه المؤشرات تتمثل في الطريقة التقليدية لتقييم من قياس الأداء حيث كانت الشركات في السابق تحصر اهتمامها في قياس الأداء على النتائج المالية لعملياتها في السابق كانت تركيز عن نتائج المالية لكن هذا لم يكن يؤدي بالضرورة إلى قياس النجاح الحقيقي للشركة فقد يبدو في الظاهر أن النتائج المالية للشركة جيدة لكن يمكن أن تكون الشركة في انحضار بسبب عوامل أخرى مهمة لم يتم قياسها فالمؤشرات المالية غير كافية حيث أنها تقييز ماذا فعلنا ولكن تفشل في مراقبة وسيطرة القيم التي تم بنائها أو تحطيمها تركز على النتائج وليس على الإجراءات تقييز الأصول الملموسة وبالتالي ولقياس الأداء نحتاج المقياس المتوازن للأداء المقياس المتوازن للأداء مدخل البالانسد سكور كارد أبروتش في عام 1992 طور روبرت كابلن وديفيد نورتن المقياس المتوازن للأداء بناء على طلب أكبر 500 شركة ويحقق هذا المقياس الموازن بين المقياس المالية وغير المالية الأهداف طويلة الأجل والأهداف قصيرة الأجل البيانات الكمية والبيانات الوصفية فالأداء المالي يعطي صورة عن أداء المنشأة في الفترة الماضية ولا يمكن أن يوفر معلومات مؤكدة عن الأداء في الوقت الراهن ولا سيما المستقبل واعتماد المبدأ على ما يعرف بعلاقة السبب والنتيجة الأمر الذي يوفر المعلومات الحالية والمؤدية إلى نتائج مستقبلية ترجمة نانسي قنقر